استمرار هجمات الحثين على الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب يضع الولايات المتحدة التي تقود تحالفاً عسكرياً لحماية أمن الملاحة من خلال ضربات جوية أمام خيارات ضيقة على المدايين المتوسط والبعيد أبرز تلك الخيارات التي قد تندفع نحوها واشنطن تقديم مساعدة عسكرية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بهدف تقويض قدرات الجماعة المدعومة من إيران خاصة في محافظة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر ورغم أن الولايات المتحدة ظلت لسنوات ترفض الحسم العسكري باليمن لصالح الحكومة اليمنية ظلت تمارس ضغوطاً دبلماسية على الشرعية اليمنية أمر مكن الحثين من الحفاظ على مناطق سيطر عليها عام 2014 واشنطن باتت اليوم لا تملك سوى خيار إعادة الحثين إلى وضعهم الطبيعي وتقترح الحكومة اليمنية أن تلعب دوراً في المعركة الحالية من خلال التحرك على الأرض عسكرياً إلى جانب الضربات الجوية في محاولة لإزالة تهديد الحثين للملاحة البحرية وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى الاستفادة من المخاوف الغربية المتزايدة بشأن القدرات الهجومية للحثين إلا أن أمامها معضلة حقيقية تتمثل باتفاق السويد الذي رعته الأمم المتحدة ولعل تجاوز هذا الاتفاق هو اتخاذ قرار سياسي حكومي بالانسحاب منه ولو من طرف واحد يرافقه نشاط دبلماسي غربي باعتبار أن الحثين لم يلتزموا باتفاق ستوك هولم وحولوا الحديدة التي تضمنها الاتفاق إلى بورة لشن هجماتهم ضد السفن كما تحولت موانئها إلى مرافئ تستقبل السلاح القادم من إيران موسيقى